الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلاة ترضى بها عنا يرحم راحبين تغفر بها ذنوبنا وتفرج بها كربنا يا كريم يا حليم يقول الله عز وجل بعد أن لا مشترجي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا اوصي نفسي المذنبة وإياكم بتقول الله تعالى أيها الإخوة أيتها الأخوات بعد أيام قليلة سينتهي هذا العام وسبوع وسينتهي هذا العام الميلادي العام الشمسي الميلادي سينصارم ويصير في خبر كان وهذه فرصة لنقف أو نتأمل ننظر إلى الخلف ونشوف هذا العام كيف شمر هذا العام الله تعالى أعطانا في حياة الدنيا فرص كثيرة نقف فيها ونتأمل منها الصلاوات هذه من أهداف الصلاة أن تقف وتنظر في مرآة نفسيك وتنظر في علاقتك بربك وعلاقتك بالناس علاقتك بالله سبحانه وتعالى فهذه فرصة وكذلك من الجمعة الجمعة عام رمضان رمضان فرص كثيرة وهذه وحدة منها فلنغتنمها فلنقف ونتأمل في هذا العام الذي مضى عام مضى تقريبا وانقضى ماذا وقع في هذا العام؟ ممكن أن نتحدث عن ما وقع على الصعيد العالمي وهذا الحديث يطول كثيرا لش كأنها قد وقعت أمور فيها خير ولكن وقعت أيضا أمور أخرى كثيرة فيها شر خاصة فيما يتعلق بمسلمين الحروب والدماء تسيل والناس يهجرون يمن عراق سوريا فلسطين بورما ليبيا يعني العالم الإسلامي مشتعي بالحرب والفتن أمور تؤلم والمسلم نحن مطالبون باش نهتموا بأمر المسلمين من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ولكن لا يعني أن يبقى الإنسان نهار كامل ماهتم بهذا الشي فكثير من الناس يحكي له واحد الشخص مش فروتردان أن بعض الناس يجيوا للجامع ويضلوا يتكلموا على هذا الشي الأمور السياسة وكذا هذا ما أنزل الله به من سلطان والمسجد لم يوضع لهذا الأمر المسجد وضعه لذكر الله تعالى الإنسان يهتم بأمر المسلمين لكن في حدود إذا هتمت 10% والاهتمام مع أنه تشوف ماذا يمكنه أن تقدم هذا هو الذي ينبغي مش غير هدراء و90% تعالى الاهتمام في نفسك تنظره إلى نفسك إنك الماء تموت والماء موت نسأل عن أنفسنا أليس كذلك فلننظر أيها الإخوة كما ننظر العالم كله ننظر أيضا إلى أنفسنا كيف شفت هذا العام 2017 كل واحد منه يتأمل ويسأل نفسه واش كان عام فارح بالنسبة إليك ولي كان عام حزن فاقتفئه شيئا فاقتفئه عزيزا فاقتفئه العمل أبقى فيه أشياء محزينة هل كان عام غينا ولي عام فقر هل كان عام نجاح ولي عام الرسوب هل كان عام صلح ومودة ورحمة ولي كان عام الصراع والشقاق والنزاع في الأسرة وفي العائلة هل كان عام زواج أم كان عام طلاق هل كان عام علم عام لتزد فيه من العلم والمعرفة والدراسة أو ما إلى ذلك ولا كان عام ديال الركود والجهل هل كان عام عمل ولا كان عام ديال البطالة هل كان عام ديال الطاعة ازداد فيه الإيمان ولا عام ديال المعصية الأمر يختلفه من شخصي إلى آخر كل إنسان يسوه لنفسه وكيف أجد مر عني هذا العام وطبعا إلا سولت نفسك وتأملت لاش كأنك تريد أن تصبوها إلى التغيير وإلى الأفضل باش تغير الحالة ديالك من الحسن إلى الأحسن وإذا كانت حالتك سيئة فتغيرها من السيئة إلى الحسن وهذا هو الموضوع الخطبة هو التغيير كل الناس تريد التغيير اللي عنده مشاكل في نفسه في بيته مع أهله مع أولاده في عمله أي مشاكل كيفما كانت بغي التغيير بغي تهنب هذه المشاكل بغي يرتاح والإنسان اللي في خير وطمأنينة بغي يزيد بغي أن يستمر هذا الخير ويزداد فنحن كلنا نريد التغيير لكن كيف نغير أين يبدأ التغيير فين خصنا نبدأ الآية كلنا نحفظها أعوذ بالله مشترجم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ربك يقولنا أن التغيير نبغي أن يبدأ في النفس كثير ما نسمع الناس المرأة اللي تقول خص الراجل ديالي تبدل الراجل الذي يقول خص المرأة ديالي تتغير خص أولادي يتبدلو خص والدي يتبدلو خصنا السياسة يتبدل خص الحكم يتبدل خص الرئيس والمالك يتبدل وما إلى ذلك ممكن خصهم يتبدلو يمكن عندك حق في هذا الأمر لكن كيف تصل إليه كيف أين تبدأ فين غير يتبدأ ينبغي أن تبدأ من الذات من نفسك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم والتغير هناك تغير من الخير إلى الشر ومن شر إلى الخير فإذا كنت في شر ربي ما غادش يرفع ذلك الشر حتى تغير ما بينفسك وإذا كنت في خير غاد يربي يخلي لك ذلك الخير وتلك النعم ما دمت تطيعه وتشكره تهاني ومرتاح في أسرتك في عملك في نفسك في صحتك ربي غاد يخلي لك ذلك الشي ما دمت شاكراً ما دمت مطيعاً فإذا غيرت فإنه سيغير إذا انتقلت من الطعاء إلى المعصية سيسلبك النعم وستصب عليك المشاكل وصب العياذ بالله فالآية لها معنايا لمتعاكسان من الخير إلى الشر ومن شر إلى الخير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وهذه سنة كونية جارية هذا قانون ربي درف الطبيعة التي خلقها بحل قانون دي الجاذبية ما يمكن تبدله يقول الله تعالى ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة نعمها على قومين حتى يغير ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ماذا تغير أيها الأخ الكريم أيها الأخت الكريمة شنو خصك تغير شنو خصك تبدل يعني يعني كعنوان كبير تغير تتغير من المعصية إلى الطاعة إذا كنت تستعصي الله استرجع الطاعة الله تعالى وهذا شامل لكل أنواع الطاعات وشامل لكل أنواع المعاصي لكن لا بد من التفصيل في الطاعات ولا بد من ضرب بعض الأمثلة حتى يتضيح المقال تغير السلوك السلوك هي المعاملة تغير المعاملة إذا غيرت السلوك معاملة ستغير المعاملة من حولك إذا حاول الإنسان معه مشاكل فإذا عاملت بالشدة والعنف ستزاد المشاكل هل ليس كذلك يومًا إخوة إذا عاملته باللين إذا عاملته بالكلام الصoba وبالفعل الطيب هذا الإنسان سيتغير معاملة يلوليك ستتغير وهذا الأمر تعرفونه والله تعالى في القرآن الكريم يخبرنا أنه تلعادو عادوك إذا عملته بالحسنة تغير ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني ادفع بالتي هي أحسن قولا وفعلا دير كلام قل كلام طيب الحسن ليس الحسن الأحسن كان شيء قبيح كان شيء حسن كان شيء أحسن إذن قل كلام الأحسن وفعل الفعل الأحسن العادو ديالك سيصيره حبيبا فإذن تغير الموحيط ديالك بتغير سلوكك بغي تتغير شيء واحد في الموحيط العائلة ديالك في الأسرة في الخدمة غير نفسك هذه كيات طريقة باش غيرتغير إذا لم تبدأ من نفسك ما يتغير والو والو تنتظر مئات سنين تغير السلوك تحت السلوك كان واحد الأمر أعمق من السلوك وهو القناعة للإنسان القناعة بواحد تعبير آخر النظارة اللي ديرها الإنسان كيشوف بها الأشياء إن حتى السلوك ديالنا رهي نطارقه من قناعات كيف تنظر إلى الحياة كيف تنظر لهذا الشخص اللي عندك معاه مشاكيل فديك القناعة ستوعد فيها النظار وش صحيحة ولا لا ديك النظارة اللي دير وش تشوف فيها وش هي النظارة جاية الأحسابة كلها ماش هيها ديك ماش نظارة العين نظارة القلب إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور نعطيكم مثال حتى يتضح المقال ابنك ولدك ذكرنا وأنثى في سن المراهقة ما يسمى بسن المراهقة ما بين 13 حتى كده 20 تلاحظ فيه إنه تغير سلوكه تغيرت المعاملة دياله بقى يرفع أصوات صوت دياله عليك يرد عليك الكلام تقول له يا مين يقولك يا سار تقول له أبيض يقولك أسود يضرب الباب بجهده يخرج هذا الولد ولا هذا البنت كيفش هاي تشوف له يمكن تشوف واحد نظارة فترى فيه واحد الطفل متمرد واحد الإنسان اللي ما صالحش واحد الإنسان اللي بغي يسيطر على أبوه لما يحترمش الوالدين وبغي هو ياخد السلطة للبيت وخصو التربية هذه نظارة فإذا كنت تنظر بهذا المنظار شنو غير تدير ستواجهه بالعنف حتى تهرسه ولا يهرسك بعد العنف تأتي الأزامات لكن كان واحد من الضارة أخرى وممكن تستعملها أنك تنظر إلى هذا الولد وهذه البنت تقول هذا الولد ديالي اللي ربيته من الصغر العزيز عليها الآن يمر بواحد المرحلة صعبة كان طفل وده بغي يقولي راجل كانت بنية وغادي تولي مرأ وباش تولي مرأ ما غاديش تنعس وتنظر تقارع حامرة لابد أن تمر بسنوات واحد المرحلة ديالي الانتقال من الطفولة إلى الرجولة أو إلى أنتصير مرأتان وهذه المرحلة هذه هي مرحلة صعبة فالجسم كيتبدل الهرمونات الصوت كيتبدل مشاعر كيتبدل الإدراك الحقي تبدل تغيرات كثيرة فتقول هذا الولد ديالي وهذه البنت رأي يعاني والآن في مرحلة صعبة كيعاني بحال ديك الطيارة تكون غادية بسلام وتدخل في واحد المنطقة فيها العاصفة وتبقى فيها ساعة وهي في العاصفة وتتطارب متر تحت تدخلش بذيك المنطقة هذه فإبنك أو ابنتك هو في ذيك المنطقة رأي يعاني وإذا كان يرفع الصوت دياله رأي مشيخاته رأي يعاني رأي فتعب فإذا نظرت أيها الأخ أيها الأخت بهذا المنظر لاش كأن السلوك ديالك مع والدك غادي يكون شيء آخر لاش كأنك سترحمه غادي تعطيه واحد المجال غادي حاجة تشوفها حاجة ما تشوفهاش غادي توسع له طبعا الحدود لا بد من الحدود ما ديش تلق له ولكن تعطيه مجال حتى تدوز هذه المرحلة بسلام هذا مثال أيها الأخ أعطيت لكم في القناعة ما هي النظارة التي تحمل إذا عندك مشكل مع زوجك أو زوجتك أو زوجتك فانظر إلى النظارة التي تنظر بها عندك مشكل مع شيء واحد تشوف كيف أشك تنظر له بدأ بروحك بعد اللول هذا السيد كنظر له بهذا المنظر واش راني على حق أو استوى على حق واش هذا النظارة جاية معايا هي هذيك ولا مش هي هذيك راتوري للأخطاء تغيير القناعات يعني تغيير النظارة التي أنظر بها أيها الأخوة ثم تحت هذا كان واحد المستوى آخر هو هوية الإنسان أحيانا نخص الإنسان يشوف روحه من أنا من أنا شكونا أنا جيان تسور روحك من أنا هل أنا شخص محترم كنحس بالإحترام فاللي عنده هذي شي يحس بروحه محترم يدرغي الأشياء المحترمة ما يدرش الأشياء الوضيعة الحقيرة إنه هو يشوف روحه محترم ولقد كرمنا بني آدم مثال آخر كيتشوف روحك هولندي من أصلين مغريبي أو تونسي أو فلسطيني أو عراقي هذي نظرة يمكن تنظر في نفسك أنا مغريبي وساكن هنا في هولندا هذي نظرة أخرى فالأول غادي يركز على هذا البلاد ويستمر في هذا البلاد ويستمر في أولاده ويشوف أنه مستقبل هنا الثاني كيشوف روحه غيمس في واحد في واحد المنطقة قد يل الاستراحة باحة الاستراحة وسيرجع إذن فكيف تنظر إلى نفسك مزيان أن يراجع كل من نفسه كيفش كان شوف روحه ما هي هويتي أنا هذا له علاقة كبيرة بالسهول بالأشياء اللي كتدير في حياتك ثم تحت هذا وأعمق من هذا كله هو نظرتك إلى الحياة كيفش كتشوف الحياة وربي سبحانه في القرآن قال هذا المستويات كيتكلم عليهم كلهم كيوجهنا فيهم سبحانه وتعالى سواء في سلوكنا أو في قناعاتنا أو في هوياتنا أو في نظرتنا للحياة اعلاموا إنما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فإذا كان الإنسان يشوف الحياة الدنيا هي فرصة دياله للمتعة كيف زيت تسترف وحد أخر كيشوف حياة الدنيا هي فرصة باش يدخل الجنة هي مرحلة للوصول إلى الله تعالى فرصة دياله باش يرتقي أعلى المرتب في الجنة فهذا لما يشوف الدنيا كيشوف لها بعين أخرى يشوف المال بواحد العين أخرى يشوف السيارة بعين أخرى نظرة أخرى يشوف لوالده نظرة أخرى لزوجه أو زوجته نظرة أخرى يشوف لأولاده كل حاجة يشوف يشوف فرصة توصله إلى الله المال يشوف طريق يوصره إلى الله تعالى نظرتك إلى الحياة أعلى شأن موجود فوق هذا الكوكب والقرآن يحدثنا كثيرا عن هذا الأمر إن هذا هو العمق لإنسان إذا شرب قلبك هذا الأمر ستغير والنظرة تغير إن هذا هو أعمق شيء في الإنسان هو نظرته إلى الوجود ونظرته إلى الكون سأل الله تعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أرحم الرحيمين أقول قولي هذا وستغفر الله لي ولكم فاستغفروا